خلال نروح لأرقام اللاعبين في هذا الفريق ونبدأ بحارس المرمى تمام حارس المرمى بتاعهم طبعا هو الارجنتيني جوزمن هو طويل القامة طوله متر تلاتة وتسعين عنده اربعة وثلاثين سنة ارجنتيني زي ما قلتوا حالك عندهم جنسيات كتير ايه مش شرط المكسيك بس يعني على لعب ست مباريات تصدل تلاتاشر تزديدة من تمنتاشر حافظ على نظافة شباكو في خمسين في المائة من المتشاط تلات مباريات من الستة نعم طيب نروح للبعد كده نروح لللاعب التاني في فريق تيجرز وبنتكلم على خفير اكينو لعيب خط الوسط ويه تاني من اللعيبة اللي عمرهم تلاتين سنة طوله مية سبعة وستين وبالتالي لعيب مش طويل لعب ست مباريات ويه عمل صناعه على الهدف واحد وبالتالي ده رقم ضعيف بس الراجل عنده يعني تركيز في الحالة الدفعية وهو هاف ديفندر اكتر منه لعب خط وسط بيكمل ليه منطقة المنافسة تمام اللي بعد كده بيتزارو طبعا ده القائد بتاعهم هو ارجنتيني مكسيكي هو لعب الارتكاز الكابتن لعب ست مباريات صنع هدف واحد عنده ارقام دفعية كويسة برضو وعنده ارقام هجومية كويسة هو الليدر بتاع الفرقة وهو من اللعيبة اللي بتمرر كتير جدا في الفرقة لو كمنا برضو بقى الارقام هنلاقي ان هو عامل تلتمية واحد وسبعين تمريرة وليه دور دفع كويس قوي قطع التمريرات 26 تمريرة فبرضو بقى واحد من اللعيبة كويسة جدا طيب لبعده نروح نشوف طبعا لويس اللي كان بتكلم عليه احمد واحد من المميزين جدا جدا في الجبهة يومنا وهو من القلائل اللي هنشوفهم صغرين في السن عن 23 سنة من كولومبيا 172 سنتي لعيب طويل لعب اربع مباريات وعمل اثنين أسست ورقم جيد بالنسبة للعيب بيلعب على الطرف اللعيب اللي بعد كده المهاجم طبعا أكيد الفرنسي نعم هو ده يعني ده خلاصة الفرقة ده حلوة الفرقة كلها اللي هو اللعيب أندريل اللي قدامنا على الشاشة هو الجنسية بتاعته فرنسي 35 سنة ده اللعيب اللي الواحد يستنى يتفرج عليه في البطولة دي في الفرقة دي اللي هو المهاجم الفرنسي زي قدامنا أرقامه على الشاشة في بطولة الكونكاكاف لعب ست مباريات مسجل ستة وصنع تلاتة يعني مساهم في تسع أهداف من في ست مباريات ده أهم لعب في الفرقة اللي هو المهاجم الجنياك الفرنسي واحد من أهم اللعيبة ويعتبر نقطة قوة الفرقة دي ترجمة نانسي قنقر